في ظل نقص الموارد التي تعاني منها لبنان تتزايد أعداد النازحين السوريين بشكل غير متوقع حيث أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان تخطى عتبة نصف مليون سوري المفوضية أفادت بعبور 50 ألف نازح شهريا للحدود باتجاه لبنان مما ضاعف مقدار المساعدات الواجب تقديمها للنازحين الذين يسكن 40% منهم تحت الخيام وفي ظروف معيشية صعبة الناطقة باسم مفوضة اللاجئين في لبنان دانا سليمان أكدت أنه بات من الصعب جدا أن يتحمل لبنان أعباء النازحين السوريين من دون أي مساعدة من الدول المانحة مشددة على أنه لا قدرة للبنان على تأمين الاحتياجات المتزايدة للنازحين ومن هنا تم إطلاق نداء التمويل الخامس بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمنظمات الشريكة لجمع مليار وستمائة ألف مليون دولار أمريكي من أجل مساعدة النازحين السوريين وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وإل أبو فاعور كرر مناشدة الدول العربية الحريصة على الشعب السوري وعلى لبنان واستقراره الوقوف الفعلي إلى جانب لبنان أولا من أجل حماية الشعب السوري من المقتلة التي يتعرض لها على يد رئيس النظام بشار الأسد وثانيا لحماية استقرار لبنان في ظل تحول النزوح إلى أزمة كبرى تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من عشرة ملايين من السوريين أي ما يعادل نصف سكان البلاد يحتاجون إلى المساعدة بحلول نهاية هذا العام وفي سبيل التخفيف من تداعيات هذه الأزمة وجهت الأمم المتحدة نداء لجمع خمسة مليارات ومائتي مليون دولار حتى نهاية هذا العام في رقم قياسي تاريخي لتمويل عملياتها في سوريا والدول المجاورة